ناصر الحداية التعونة والأي بيت بالتزامن مع التواقم الطبية قمنا بالبدء ضمن الحمل الوطني بتطعيم مرضى الكلا وسيتم تطعيمهم خلال هذا الأسبوع اعتباعاً وستكون هذه التطعيمات حسب أوقات حضورهم إلى المستشفى لعمل غسيل الكلا وإن شاء الله حتى نهاية هذا الأسبوع سنكون قد أتممنا تطعيم جميع مرضى غسيل الكلا في المشفى اليوم هذه الحملة تنطلق إلى كبار السن فوق سن 75 سنة ومرضى غسيل الكلا ومرضى السرطان الذين لا يأخذون العلاج الكليماوي واتباعاً عندما تصل الطعومات سنقوم بالإعلان عن شرائح أخرى من أجل تقديم الطعومات لهم هذه الطعومات الشريحة المستهدفة منها هم الشريحة الذين يكون جهاز المناع عندهم ضعيف وبالتالي هذه مهمة لهذه الشرائح كي نمنع من وصول المرض إليهم وسنصل إلى مرحلة يعني أنه على الجميع أن يتطعم كي نخلص من هذا الوباء الحمد لله لما طعمنا للكورونيا ونسأل الله إنه يكون في الشبالة كل من أخده يا رب حماية بالنسبة للإنسان يعني ووقاية لأنه مريض مريض بروحه بجيه كده ربنا بحميه إن شاء الله والحماية أفضل إشياء درهم وقاية خيره من قمطار علاج نسأل الله الله إني موصولة إني طعمت خلص مع النتي طعمت طعمنا عشان في مرض اسمه مرض الكورونا جاينا وقاية يعني وأنا بتمنى من الكل يساعد إنه يجي جرعات لكل مرض الكلا لأنه إحنا ما عندنا مناعة رسالتي الدول تساعدنا يعني نجيب المطعوم للكل ويبقى شعبنا طبعا يعني منيح ما فيش إشي فيه الحمد لله إن شاء الله إنه الطعم بفيدنا يا رب يعني منيح صحيح أحبت وأحبت وأحبت أحبت كشهد أحبت ويهد مرح بنا شكرا